بالعصاب أن هناك شخص صور في الجزيرة هذا الشخص هو من العصاب حيدر الساعد حيدر الساعد وبالتالي هو لديه نسبة نحن أول مرة نقول فرضاً فرضاً أن هذا الشخص لديه استثمار في هذه المدينة في هذه المدينة هل هو يعتبر مقصر؟ فإذا كان يجب لذلك دعينا يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف والدولة والقضايا أخذ هذا الجانب فإذا كان هناك تقصير فليس هناك حصانة لأي شخص كان من يكون هذا واحد 却 حيدر الساعد لا لكم علاقة بい لا لا أنا جايج حيدر الساعد لا إلى علاقة بي أقول فرضاً لأن حيدر الساعد لديه لأنه تكرر دائماً في هذا السياق فهل هو فعلاً مسؤول للإستثمارات العصاب أو له علاقة بالإستثمارات لا 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 صحيح علاقة بالإستثمار لا ولكنه بالإمكان أي شخصية تسيء ولكن أقول فرضاً لو كان هذا الشخص لديه مثلاً استثمار في هذه المدينة ما هو التقصير الذي يحصر هل إن مجرد الاستثمار في هذه المدينة لدي هناك سبة أو علامات استفام هذا واحد ثانيا هل بهذا الشخص لأن اسمه سين ومنطقة فلانية وفي الموصل بأنه محلم أن يدخلوا للموصل هذا السبب ثاني والسبب الثالث هناك كثير من قوتنا في صلاح الدين وفي الأنبار وكذلك طبعا الأنبار وصلاح الدين لديهم استثمارات في مدينة الناصرية والبصر في كل مشاريع النفط وهما معروفين بالسياسين وبالتالي معززين مكرمين هذا واحد ثانيا أجيبك بأنه ليس لدينا وأنا أتكلم الآن بصفة رسمية ومسؤول عن كلامي ليس لدينا أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الجزيرة والأسماء التي طرحت غير حدث ساعدي لا ينتمون إلى عصابها للحق أبدا ونحن نقول لو كان هناك رجال دولة وكان هناك فعلا تحقيق وكان فعلا بأنه الهدف الأساسي ومحاربة الفساد المحافظ يقول أستاذ نعيم أوفك من الصور وعوفك من حيدر ساعدي اللي لازم انت شفت المحافظ بعد تصريحة ثانية قال أنا قيل لي ومتال ما عدي دليل بأنه أثبت بأنه هو لا صدق ينتمون للعصاب أو ما ينتمون للعصاب أو فعلا العصاب ماذا تفسيرك لهذا التراجع أو هذا التراجع؟ الطراب باضح جداً لا يوجد دليل وبالتالي أنا تعال ولجنة تقص الحقاب؟ أنت العقد الاستثمار تعرفه من سنة عفوا دكتور زيدي لا 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 من 1995 ونفس الشخص حيدر؟ لا 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 مو هذا ساعد لو تقصد الحديدي حيدر ساعد ما إلى أي علاقة بهذه الجزيرة أنا أقول لك العصاب ما لهم أي علاقة بهذا الجانب أقول بأنه العقد هذا الاستثمار من 1995 طبعا لا أدافع عن شخص بعين أنا أدافع عن حركة موجودة إذا كانت لدينا علاقة الاستثمار في هذه المدينة نعلنها رسميا نقول لدينا علاقة الاستثمار ولكن أنا أقول ليس لدينا علاقة لا من قريب ولا من بعيد